علشان انت لو مشيت معايا خطوة بخطوة في الشرح اللي انا هعمله في الفيديو ده هيبقى عندك مطجر بليه على الكمبيوتر وتقدر تدوس عليه كده ويفتح معاك المطجر عادي وتقدر تدوس على اي برنامج زي ما انت شايف اهو وتدوس على كلمة تثبيت وتلاقي البرنامج بيبتدي يحمل معاك على الكمبيوتر من غير ما انت تكون محتاج اي محاكي وهنا الفكرة اللي احنا هنعملها ان احنا هنشغل نظام اندرويد جنب الويندوز تين وركز في الكلام اللي انا بقول وهنشغل نظام اندرويد مش محاكي اندرويد المهم يا جماعة الشرح اللي انا هعمله ده هيبقى شغال على ويندوز تين فقط يعني لو انت عندك ويندوز سبعة وويندوز تمانية مش هيشتغل معاك الطريقة دي المهم بقى قبل ما نبدأ انا عايزك تتأكد من كام خطوة كده موجودة عندك في نظام التشغيل بتاعك هننزل تحت خالص كده عند ستارت وهندوس عليها وبعد كده هنفتح الاعدادات بتاعتنا هيفتح معايا الصفحة دي هننزل تحت هنا عند وهندوس عليها كده تمام واهم حاجة لازم تتأكد انك على اخر تحديث هتيجي تعمل هنا انا طبعا عامل اهو فهو بيعمل معايا بعد كده بقى يا جماعة هنزل تحت خالص عند الاختيار اللي هو وهندوس عليها كده تمام هيبتدي يفتح معايا الصفحة دي هنيجي على اول اختيار لو لقيته مقفول معاك فانت هتدوس عليه كده عشان تخليه وبعد كده هتدوس على كلمة وتنزل تحت خالص كده لو لقيت دي مقفولة برضو انت هتعمل عليها علامة صح وبعد كده هتدوس قبلها الخطوة اللي بعد كده بقى عايزك تتأكد انك على نظام ويندوز تين اتنين وعشرين طب هنعرف ازاي هنرجع تاني هنا من على تمام وهندخل هنا على كلمة تمام هندوس عليها بالشكل ده وهننزل تحت خالص كده عند كلمة هيبتدي يفتح معايا الصفحة دي وهننزل تحت خالص كده هتلاقي بتاعك ويندوز تين برو وبعد كده اتنين وعشرين تعال بقى نعمل الخطوات اللي بعد كده عشان نشغل جوجل بلاي وننزل التطبيقات على الكمبيوتر هنيجي نفتح المتصفح بتاعنا العادي اللي هو جوجل كروم وبعد كده هاجي هنا في السيرش بوكس واكتب الموقع ده اللي هو اول موقع فتح معايا اهو تمام بعد كده بقى هدوس على اول معايا اللي هو ده تمام هيبتدي بقى يحمل معايا الصفحة بالشكل ده هننزل تحت كده لحد ما نلاقي ويندوز تين قداما هو يا جماعة هنيجي هنا عند الاختار اللي هو بالعلامة الزرق دي اللي هو ويندوز تين اكس اربعة وستين وهبتدي ادوس عليها كده تمام هبتدي محمل معايا تاني اهو بعد كده هيفتح معايا الصفحة دي هننزل تحت خالص كده تمام اهو الحد ما هيظهر معايا الملفات دي هنبتدي نحمل اول ملف معايا اهو تمام هدوس عليه بالشكل ده هيبتدي ينزل معايا الملف اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين نستنى بقى لحد ما يخلص تحميل وهرجع لكم تاني نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده هركز فيها اهو عشان الخطوة دي مهمة جدا هننزل تحت خالص كده عند كلمة سيرش وهبتدي اكتب الكلمة دي اللي هي تيرن ويندوز هيظهرت معايا تيرن ويندوز فيوتشار بعد كده هدوس عليها هيبتدي يفتح معايا المربع ده هنزل تحت كده معايا تمام لحد ما هلاقي الكلمة اللي هي وهبتدي احددها كده واحدد الاختيار اللي تحتيه اهو وبعد كده هبتدي ادوس اوكي هيبتدي يحمل شوية ملفات معايا بسيطة وبعد كده هيعمل للجهاز اهو يا جماعة هندوس على كلمة اوكي واده الملفات اللي هتبتدي تنزل معايا حاجة بسيطة جدا وبعد كده هيطلب منه نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده وهي هنفك الضغطة عن الملف اللي احنا حملناه هنبتدي ندخل هنا عند اهو تمام هنلاقي الملف اللي احنا حملناه من شوية موجود هنا اهو هبتدي ادوس على تمام وبعد كده هنزل تحت هنا عند كلمة وهدوس عليها كده هيبتدي يفك للضغط او عن الملف بتاعنا استنى بقى معايا لحد ما يخلص وهارجع لكم تاني وبعد ما خلص معايا بقى اهو يا جماعة قدي الملف اللي نزل معنا هبتدي هندخل عليه كده تمام وهنزل تحت كده عند كلمة اهيه وبعد كده هدوس على كليك يمين تمام وبعد كده هعمل لها تمام اهو هيبتدي بقى يفتح معايا الصفحة اللي انتم شفتها دي وهيبتدي يكتب كلام كتير اوي كده ما تشغلش دماغك به ادي يا جماعة الكلام اهو تمام بعد كده هدوس على كلمة بعد كده هبتدي يحمل معايا يا جماعة زي ما انتم شايفين استنى بقى معايا لحد ما يخلص تحميل الملفات دي بعد ما خلص بقى تحميل معايا هنيجي ندخل هنا على علامة الويندوز اهو تمام هدوس على كده هنلاحظ ان جوجل بلاي نزل معنا فوق هنا هو ابتدي ادخل عليه زي ما انتم شايفين اهو بعد كده يا جماعة يفتح معايا واه يقول لي يمكنك تسجيل الدخول الاطلاع على الاحدث من اندرويد مثل التطبيقات والألعاب والافلام والموسيقى وغيرها بعد كده بقى هندوس علي كلمة تسجيل الدخول عشان نسجل بالايميل بتاعنا هيبتدي يقول لي جاري التحقق من المعلومات اهو عشان يظهر لي الايميل بتاعه اللي انا هسجل به بعد كده يا جماعة يطلب مني ان اسجل الايميل بتاعي لو انت عندك ايميل اكتبه لو انت مش عندك ممكن تدوس على كلمة انشاء حساب اهو عشان تسجل تعمل ايميل جديد. هتعمله بقر الاستخدام الشخصي وتسجل ايميل جديد. بس انا عندي ايميل فهسجل الايميل بتاعي. اكتب الايميل بتاعك وبعد كده اعمل التالي. وبعد كده اكتب البسورد بتاعك ودوس على كلمة التالي وبعد كده يا جماعة هيبعت لك رسالة على التليفون بتاعك اللي انت مسجل عليه هتدوس عليها موافق وبعد كده هترجع هنا هتدوس على كلمة اوافق. بعد كده هيفتح معك الشكل ده هتعمل على هتدوس على كلمة ليس الان. هيبتدي يحمل معاك اهو خدمات جوجل. تمام وهنلاحز ان المتجر بدأ يفتح معايا اهو يا جماعة. تمام قد المتجر فتح معنا اهو يا جماعة ما فيش في اي مشكلة. بعد ما فتح مع انا بقى يا جماعة هنجي نقفل من فوق هنا عشان نحط المتجر على الديسك توب. هجي هنا عندي علامة الويندوز اهو. تمام هنلاقي المتجر موجود عندي اهو. هسحبه كده هندوس على كليك شمال واسحب كده. وهتخليه على الديسك توب بتاعنا اهو. وبعد كده هدوس عليه كده وافتح المتجر. تمام هنلاحز انه بدأ يفتح معايا يا جماعة اهو ما فيش في اي مشكلة. تعالى بقى نجرب ننزل مسلا اي برنامج معنا عشان نشوفها هيشتغل ولا لا. ولياكم مسلا احنا عايزين ننزل برنامج لتيك توك. هنبتدي ندوس عليه اهو. تمام? وبعد كده هيزهر معنا كلمة تثبيت اهو يا جماعة هنبتدي ندوس عليها زي ما انتم شايفين اهو. تمام? هيبتدي يا جماعة يقول لهو في انتظار التثبيت. ممكن برضو هنا لو دست على كلمة يمكن تثبيت التطبيق على اجهزة اخرى. لو جيت دست عليها كده هنلاحز ان الجهاز بتاعنا اللي هو التليفون اللي عليه بتاعنا. لو دست على كلمة تثبيت لو انت مش منزله على التليفون ممكن ينزل معك على التليفون برضو. احنا هنا التطبيق بينزل معايا على الكمبيوتر يا جماعة على نظام الاندرويد اللي احنا شغلناه مع الويندوز. هنستنى بقى لحد ما يخلص تحميل وهارجع لكو تاني. برنامج خلص تحميل يا جماعة ونزل معايا على الكمبيوتر. تعال بقى اندوس هنا على كلمة فتح عشان نشوف البرنامج هيشتغل عادي ولا لأ. هندوس على الكلمة اهو. تمام? هيبتدي يفتح معايا التطبيق اهو بتاع التيك توك زي ما انتم شايفين. بعد كده هندوس هنا على كلمة كبول ومتابعة. تمام? سمح. اقول لك بقى اختار الاهتمامات بتاعتك انا مسلا هختار رياضة وعمل التالي. تمام? ودوس هنا على كلمة بدء المشاهدة. بعد التيك توك تحمل معايا هو ما فيش اي مشكلة تقدر بقى تسمع اللي انت عايزوا عليه. تعال بقى كده مسلا نجرب اي برنامج تاني وليكن الفيسبوك مسلا. تعال نرجع هنا. تمام? ونفضح المتجر تاني اهو. تمام? نجي مسلا هنا نلاقي الفيسبوك قدامنا اهو. هدوس عليه. تمام? وبعد كده هاجي هنا برضو اهو نلاحظ ان في كلمة تثبيت موجودة معايا اهو. تمام? هيبتدي يتحمل معايا زي ما انتم شايفين ومش هيبقى في برضو اي مشكلة. فيسبوك خلص تحميل معايا. هدوس هنا بقى على كلمة فتح عشان نشوف البرنامج هيشتغل معانا ولا لا? تمام? قدي الفيسبوك بدأ يفتح معانا اهو يا جماعة. يبتدي يحمل زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده هيفتح معايا الصفحة بتاعة تسجيل الدخول ممكن تعمل بقى تسجل بالايميل بتاعك او تعمل انشاء حساب جديد. بس انا هسجل بالايميل بتاعها اهو يا جماعة نعمل تسجيل الدخول. تمام? وهكتب هنا الباسورد وكلمة السر وبعد كده هعمل تسجيل الدخول. وهيفتح معاك البرنامج عادي ما فيش في اي مشكلة. تجي هنا عندي علامة الويندوز دي هتدوس عليها كده. تمام? هتلاحظ ان البرامج اللي انت نزلتها موجودة فوقها. قدي الفيسبوك وقدي التيك توك. هنسحبها هنا ندوس على كليك يمين ونسحب كده بره عشان تنزل معانا بره على الدسك توب. قدي الفيسبوك اهو يا جماعة. تمام? ونيجي هنا ناخد التيك توك برضه. اهو. وبعد كده بقى افتح بقى من على الدسك توب عادي. وبعد كده بقى يا جماعة تقدر تفتح جوجل في اي وقت وتقدر تنزل اي برنامج او اي لعبة انت محتاجة. هتيجي تكتب هنا في السيرش بوكس المرنامج اللي انت عايزه وبعد كده هتدوس على كلمة تسبيت زي ما احنا تعلمنا في الفيديو بالزبط. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اتمنى الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم والناس كتير تكون استفادت من الطريقة. ولو فعلا اعجبكم متنسوش تعملونا لايك وكمنت على الفيديو واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معاني.